وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفالية أن هناك تطورات شديدة الخطورة ومساع للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها نحو تصعيد محذرا من أن الصراعات تخالف مبادئ الأديان ولا منتصر فيها ولا مهزوم واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها السعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أسلو والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار وإلى صراعات سفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق وإدراكا مني ويقينا بأن كل صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعوّل عليه ترجمة نانسي قنقر